فكرة إزاي نتعامل بحذر من جرسه ظن يعني هو في النهاية قال أولاده يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كينا هو هو والد ونبي ورسول يعني مش هيكون أبدا حاشا لله ظالما أو جائرا أو يراعي أحد الأولاد على حساب الأخ لكن هذا كله كان ظنا من أولاده ولذلك قذفوه بشدة الحب لسيدنا يوسف إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين عايزة أقف عن ضلال مبين دي لأنه بعض الناس يقول لك آه ده سيدنا يحقق كان في ضلال مبين لا كأنه بيفرق بين الأولاد الضلال معناه الحب الزائد الضلال في هنا وقال الشاعر العربي وتظن سلمة أنني أبغي بها بدلة أراها في الضلال تهيني يعني أراها في الحب الزائد والحكم والحكم على الآخرين بالضلال ليس معناه أنه ضلال يعني فساد يعني معصية يعني لا 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 الضلال ومعناه يتخدم في العربية الفصحى بمعنى الحب الزائد طب ضل الطريق مش ده بيبقى ليها معنى تاني؟ ضل الطريق هذا ضل غير هذا الضلال سياق اللفظ هو الذي يحدده ولذلك قالوا له في مؤخرة القصة إنك لا في ضلالك القديم يعني في محبتك القديمة ليوسف وأخيه فهنا الضلال لا يخصد لي الضلال اللي هو المعصية أو الخروج عن طاعة الله طب هل بقى في النقطة دي فكرة أن أب يحب ابن زيادة عن بقية الأولاد هل دي فيها أي حاجة حرمين؟ لا غضاة فيها الله فقد يكون هناك ابن من الأبناء نباهته وذكاوته وطاعته أكثر من غيره لكن هو الأب عندما ينفذ الأصول إن صح التعبير وشرع إن صح الكلام فإنه لا يفرق بين أولاده لا يفرق بين أولاده ويراعي هذا وذات العلماء اللي ما تكلموا كمان في الآية دي قالوا إنه هو ابتدوا يحسوا بالمشاعر دي بعد ما هو شاف الرؤية لأنه كان بيحوط عليه من إخواته لأنه نفسهم كانت مريضة لا ننسى أن سيدنا يعقوب نبي أيها دي ما أطلبه وأنه يوحى إليه وأنه ذو حس صادق فرأى بشائر النبوة في ابنه يوسف فهو يحافظ على وحي الله وعلى شرع الله مش فكرة ابني ورغبات وهوى فتح الله لك دي مهمة جدا التوضيح فيها نيجي بقى الموقف إخوات سيدنا يوسف فكرة بداية المقارنة اللي بتوصل للحسد اللي بتوصل للشرع هو المبالغة في أي شيء تأتي نتيجة عكسية يعني نحن كأبناء ننظر إلى الأب وإلى الأم نظرة أريحية وصدق وعدم التخوين أن الأب بيحب فلان عن فلان أو يميز فلان عن فلان ده ينبغي أن تكون وينبغي على الوالد والوالدة أن يبثوا ويضعوا هذه الروح في الأولاد جميعين يعني إن قبل هذا يقبل هذا إن ضحك لهذا يضحك لهذا حتى الأولاد الصغيرين يقول لك بيغير من نقوه حط ده على فاخذة ده يحط التائم وهكذا لكن خص السيدنا يوسف جاءت وذكرها الله تعالى في القرآن الكريم لنأخذ منها الدروس المستفادة في كل آية من آياتها يعني موقف الإخوة عندما عادوا أخاهم نتيجة المقارنة نتيجة المقارنة الخاطئة والحسد وهم لو في الحسد بقى في لأقة تانية في الحسد عايز أقولها لربما نمساها يعني أي لما قال لأولاده اذهبوا عشان يشوفوا يوسف قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد هذا الأب هو اللهم بيقولوا أنت بتحب يوسف وانده في ضلال وفي حب شديد لا قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال أهل العلم خوفا عليهم من الحسد ما يكون واحد عنده حداشر ولد منهم سيدنا ينسوا معاه المشكلة والبقين عشرة لما خمسة ستة سبعة منهم يروحوا طلعين من البيت مرة واحدة الله هو أكبر الله هو أكبر لا إله إلا الله فهو عليه السلام إدانا الدرس ده أنه يا بني لا تدخلوا من باب واحدة ما تدخلوا من باب واحد كده ويقول مين دول دول أولاد يعقوب إيه ده كل دول أولاد يعقوب مثلا تماما زي ما بيأصل فدي لقطة لا نغفلها في حياتنا القراهية اللي وصلت لإخوات سيدنا يوسف كانت سببها زي ما قلنا أن هي مقارنة شمعنا فكرة شمعنا ده عنده ده ما عنديش بنطبقها في حياتنا لأن إحنا بنقع فيها كلين فبنوصل لمرحلة الحسد إن أنا كاره إنها ما دي تبقى عند غيري فتطورت إنها للأزية والشار ونهم عادي يخلصوا منه ده الفهم الخاطئ إحنا إحنا بنقوله ينبغي أن يكون لدى الأولاد لدى الأبناء بنين وبنات ينبغي أن يكون لدى الثقة في أن الأبا أو الوالدة والأمة إنما هم أب وأم للجميع وبنكلم في سفة عمى في الحياة مش فكرة أب وأم وإذا الأب رأى نباهة ما في راسة ما ميزة ما في أحد الأولاد فليس معنى هذا أنه يكره الآخرين ده القصة جاي علشان نعتبر ونطعز ونأخذ العبرة والعظة والمقرنات في الحياة بسفة عمى يا شيخ محمد مش فكرة أب وأم طه سبحان الله وبحمد علشان ما حدش لما أولاده يعني يحصل فيه يقول لك أنا أولادي وأنا يا ربي من دون الناس ما هو واحد يقول له ما أنت يا خي لو أنت كنت تاقي وتعرف ربنا آه تاقي وتعرف ربنا آه بس فيه اختبارات للسادة الأنبياء في أولادهم وزوجاتهم لا تستطيع حضرتك ولا تستطيع حضرتك تتحمليها أو تتحمله يعني اختبر سيدنا نوح في ولده وفي زوجاته واختبر سيدنا لوط في زوجاته واختبر سيدنا زكريا في موت ومقتل سيدنا يحيى واختبر سيدنا يعقوب في ضياع سيدنا يوسف لدرجة من شدة البكاء بيضت عيناه من الحزن فهو كظيف ولدرجة أنه قال إنما أشكو بثي وهمي إلى الله وغمي إلى الله وحزني إلى الله وحاجتي إلى الله وفاقتي إلى الله فده نبي مرسل رسول ابن نبي ابن نبي يعني أبوه نبي وجده نبي واللي حاصل مع المشكلة نبي بالضبط شان كده هي سورة يوسف مليانة وقفات نفسية ويقدر نطبقها في حياتنا على كل حال علشان محدش يقول شمعنا أنا من دون الناس يا رب هو في إيه ده أنا بصلي وبصوم وحجيت وبصوم رمضان وبصلى عزكة وبعمل الخير ليه كده يا رب لا ما ينفعش ما تقولش كده قصة سيدنا يوسف مع أبيه وإخوتي خير ودليل اقرأ سورة يوسف وانت هتسترايح